ايه بصوا هو اللي اصعب من مروح البحر ودقه الشماسي بقى وكده هو انك تطبع التصميم اللي حسبهولك في صندوق الوصف عشان تعمل احلى كرسي بحر التنفيذ سهل والخامات متوفرة وهشرح لكم كل خطوة بالتفصيل انت بس كل اللي عليك تطبع التصميم سواء تعمل الكرسي ليك او كمشروع تبيع منه في الحالتين ما تنساش عمولتي وهقولك على عمولتي واحنا شغالين بس خلينا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي كده الاجزاء اللي اصناها من التصميم يتلزقهم على الخشب اللي انت عايز تعمل منه الكرسي على طول وتقص يتلزقهم على خشب قبلكاش مثلا وتعمل فرمة عشان يبقى سهل تكررها انا هعمل كرسي واحد فهشتغل على الخشب على طول خشب كونتر طبقات او لو سويدي براحتك بقى اللي رايحك واللي تلاقيه وهمشي حرف الجزء الكبير من التصميم مع حرف الخشبة بتاعتي ونفس الكلام بالنسبة للجزء الصغير برضو هزبط مكانها على الخشبة هلزقهم بالتيب في مكانهم تعمام كده لزقتهم وثبتهم زي الفل وحستعمل الاركت بقى في اني اقص الخشب حسب الفرمة والتصميم ميلا يضع ميلا تمام كده قصيت الكزئين الاولانيين شوية صنفرة وتنعيم حتزبط الدنيا. صنفرة طبعا الخشن الاول ناكل اي زيادة وبعدين صنفرة نعمة عشان نموت الاطراف. وبعد بقى الصنفرة وباي مصطرة سحرية هنكرر التصميم الصغير وننسخ قطعة كمان. وبرضو بنفس المصطرة هننسخ قطعة كمان من التصميم الكبير. الله ينور يا كوبرفيلد. بقى عندي اربع قطع بدل اثنين. ده كده الجزء الكبير. هنحتاج مجموعة سداي بطول خمسة واربعين سنتي وعرض اربعة سنتي ونصف. وهناخد بقى اول حاجة لقطة لسمك الخشبة على جنب التصميم. وبعد كده هبدأ احدد ورسم على العلام ده. مكان تبات فيه سدابة ومكان فاصل بين كل سدابة والتانية. وامشي بقى على جنب التصميم بالكامل. سدابة بالعرض واسدابة بالطول. مكان للسدابة ومكان فاصل ما بين كل سدابة والتانية. لحد ما خلص الجنب بالكامل. كل المظلل ده هشيله وهقصه من جنب الخشبة. عشان هركي فيه سدايب الظهر. سوق بقى تستعمل المنشار اليدوي او منشار الاركت برحتك يا باشا انت وامكانياتك. تمام كده قصيت كل الفراغات والسدايب بتدخل في مكانها مزبوطة. اخر قطعة دي هي اهم قطعة ومكانها لازم يكون هنا كده. حتى لو هتغير عدد او عرض السدايب اللي فوق. لكن اخر واحدة لازم يكون مكانها هنا كده. فالتزم بالمكان اللي هتلاقيه في التصميم ما تغيروش. ويه بالنسبة بقى للخشبة الصغيرة فتركيب السدايب حيكون من برا. لطشي كده. بدون حفر. وفي التصميم برضو هتلاقي مكان متوضح للثقب اللي هتعمله للمصمار اللي هتستعمله. هنعلم بزنبة. تمام كده. ونبدأ بقى ببنطة مناسبة نعمل ثقوب للمصمار التمانية ملي. ايوة كده المصمار بيدخل مكانه. وهقدر بقى اقفل الجزء الكبير مع الصغير وهيتحركوا بسهولة. ملحوظة. فكرة الكرسي ان فيه سدايب هتدخل في الفتحات دي. وسدايب الاعداء هتركب لطش هنا كده. بحيث لما اقفل الكرسي على بعضه لازم يكون فيه مسافة بين الاعداء والكرسي اكتر شوية من سمك الخشب. فلو انت هتستعمل خشب اكتر من عشرين ملي مثلا. لازم تراعي بقى وتغير مكان المصمار. حتى بقى اركب السدايب في ظهر الكرسي في الفتحات المخصوصة اللي عملناها. وتحت وفي رجل الكرسي وعلى مسافة التمانية سنتي تقريبا هركب سدايب واحدة بس من فوق. عكس مكان السدايب اللي في الظهر. وبالغيره بقى ومصاميري البرمة هبدأ اوسطا واركب السدايب في ظهر الكرسي. كل سدايب بمصمرين وشوية غيرها. زي ما قلتلكم انا سايب التصميم في صندوق الوصف. هتحمله وتتبعه في كزا ورقة ايفور وتلزقهم جنب بعض. وبالنسبة بقى للعمولة بتاعتي فالشغل شغل. ما تنساش تدعي لي بالهداية والتوفيق. وتدعمنا بواحد لايك من قلبك. وكمان تشاير الفيديو ده باي طريقة نسبك. على المرة تشوفنا. يبقى تشترك معانا في خناتنا على اليوتيوب عشان تتابعنا اول باول. وبالنسبة بقى للجوز الصغير. حبدأ برضو اركب سدايب بطول اربعين سنتي ونص. وبردو هنسيب مسافة بين كل سدايب والتانية. بقى يبقى بلوكات او بوائي من الخشب اللي احنا مستعملينه او برضو حسب رغبتك انت. نخش على التقفيل. دول الجزئين اللي عملناهم وخلصناهم. وهي حستعمل مصمار 8 ملي مع وردات مناسبة. بس الافضل ان انا استعمل السامولة اللاك اللي هي تتقفل بعد ما تتربط ما تتفتحش بسهولة عشان حركة تقفل وفتح الكرسي ما تأثرش عليها. بعدي المصمار مع وردة في الاول. وبعدين بدخل وردتين في المصمار. اه طبعا حيب اصعب ان انا رجع المصمار لورق خالص عشان اقدر اركب الجزء التاني من الكرسي وفي نفس الوقت احافز على وردتين متعلقين في المصمار. فالحال ان انا بستعمل كده تركة سلوتيب شفاف. امسك به الوردتين في الخشبة. ولف السلوتيب كويس. كده ثبته. وهطلع بقى المصمار على الطرف بالزبط. وبركب الجزء التاني من الكرسي وحطه مكانه. هزوء المصمار في الثقم. واحط وردة كمان. واقفل بقى السامولة لك واربط بمفتاحين. وبنفس ذات نفس الطريقة هركب المصمار التاني. بعد ما قفلت المصمير في حتة كده للشياكة والانق مش اكتر. وهي اني عملت زراير بالشكل ده كده من بواق الخشب وبستعمال كامبونتا كوباية. حاجة كده اداري بيها راس المصمار والسامولة. يعني حلزقها بقى بالسوبر جلوه بنقطتين مش اكتر. الكرسي هيبقى كله خشب في خشب وشكله امور قوي. الكرسي سهل الفتح والقفل طبعا. خفيف في الوزن. كله سدايب. وطبعا مناسب ومعمول للبحر. ارتفاعه منخفض وظهره منشكح للخلف كده عشان نستمتع بالاجواء. تعالوا نشيله ونفرجكم عليه. وبعدين في الاخر لازم اجربه لكم في قسم الجو ده. كرسي البحر والاود دور او الاستجمام والاسترخاء والتشميس. يعني للجنينة لقعدة الشاوي في الربيع والجو بديع وشغل اللطايف والقطايف والناس اللي انتم فاهمينها دي. يعني فكرة هتتباع وحتمشي بامر الله. اتشطر بس انت واتبع التصميم والباقي كله سهل. هستنى تعليقاتكم وتقولولي الكرسي امور ولا مش امور. وبالنسبة للمتانة فانا استدعيت الخبير النمساوي رئيس قسم الجودة عشان يدينا رأيه في المصنعية. اتفضل يا حضرة الخبير. قبز ربانا يستر. الحمد لله ربنا نصرني. الكرسي قدر يشيل الخبير. ومش بس كده. ده عجبه وراح جابي الكتاب اللي بيحبه ونضرت البح وقعد بقى يستمتع. مش مهم. حلال عليه الكرسي. انما المهم انتوا عارفين احنا مش مرطلق منكم الاشتراك في القناة. الا لو الفيديو عجبكم. وكالعادة مش حاصيكم على لايك والشير. وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم. سلام عليكم.